النهاردة هتعرفي سر الرز بلبن والقاوم الكريمي والوش المكاشكش كده زي اللي احنا بنشتري من برا طعمه هيكون حلو جدا وكل اللي هنحتاجه في الوصفة كوباية واحدة من الرز هنعمل كمية كبيرة جدا بجد الطريقة هتعجبك جدا في الاول جبت كوباية واحدة من الرز وحطت عليها حوالي كوبايتين من المية وابتدئت ان اقلب الرز كويس يعني بخسله كويس جدا عشان اي شوائب تكون موجودة فيه او نشا زيادة اتخلص منها بعد كده جبت الرز وحطته جوا الحلة بتاعتي وابتدئت ان انا فضي كله اللي هو كوباية وبعد كده ضفتره تلك كوباية كبار من المية يعني بما يعادل اللتر جامل المية هنا مش كتيرة ابدا ولا حاجة بعد كده بقى هغطيه واسيبه لحد ما يستوي خالص وهيكون فيه شوية سوايل بسيطة طبعا النار هنا بتكون هادية جدا وده بيكون الشكل بيكون فيه شوية من السوايل بعد كده بروح على طول على الخلاط وابتدئ احط الرز جواه الخلاط واديله ضربتين كده او اخلطه ولكن ما بيكونش ناعم قوي الحركة دي بتساعدنا ان الرز بتاعنا يكون كريمي وما نحطلوش اي نشا خلاص كده بعد كده هرجع الحلة تاني بالشكل ده وطبعا انا مولع البتجاز وموطي النار خالص على اقل حاجة بعد كده هبتدي بقى اضيف الحليب انا استخدمت في الوصفة هنا 3 كبايات كبار من الحليب ممكن طبعا تزودي حليب تاني لو انت حب ولكن انا استخدمت 3 كبايات من الحليب الجاموسي كامل الدسم هقلبهم مع بعض كويس جدا كده لغاية ما الخليط يكون ناعم وده بيكون شكله مفوش اي تكتلات بعد كده هبتدي بقى اضيف السكر كمية السكر هنا اختياري يعني على حسب ما كل واحد يحب انا اضفت حوالي 6 معلق كبار من السكر يعني بما يعادل نص كباية كبيرة بعد كده اضفت معلقتين كبار من الكريم شانتي عشان يديروا طعم حلو وطبعا تقدري تزودي واضفت كمان 6 معلق كبار من الحليب البودرة وده بيدي طعم حلو جدا واضفت بقى شوية من الفانيليا اللي هي بسكر وابتديت ان انا اقلب كده كويس جدا لغاية ما كان ده شكل الخليط بصوا بيكون كده اول بقى ما بسيبه لحد ما يوصل لمرحلة الغليان بيكون ده شكله وده قوام القوام طحفة جدا من غير ما نحطله نشا ولا نسيبه على النار كتير بعد كده جبت الكوبايات بتاعتي بقى وابتديت ان انا افضي فيها الخليط او اصبه كده وسبتها لما تبرد تماما وبعد كده دخلتها التلاجة علشان تتماسك بتوضي في التلاجة اقل حاجة 3 ساعت وده بيكون شكلها بعد كده بقى بتحبي بقى تزينيها زي ما انت عايزة انا زينتها بشوية من جوست الهند وشوية من الزبيب بتقدري تشكلي تزينيها باي حاجة سواء بقى مقسطرات او فزق ده اختياري او حتى ما تزينيهش باي حاجة ده بيكون شكلها دعمها حلو جدا وبيطلع القوام كريمي اتمنى من كل قلبي تكون وصفة النهار عجبتكو اتمنى من كل قلبي تكون وصفة النهار عجبتكو